مشاهدينا دلوقتي معادنا مع موجز الأهم الأنباء مع هيلة أتفضل يا هيلة شكرا منا التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد حيث أعرب الرئيس السيسي في تهنئته عن أصدق تهانيه وأطيب تمنياته لهم ولشعوبهم الشقيقة داعيا الله تعالى أن يكون العام الهجري الجديد عاما لوحدة الصف والتعاون بين شعوب الأمة وعلى حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي هنأ الرئيس السيسي الشعب والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج نقلتها السفارات والقنصليات المصرية حول العالم بمناسبة العام الهجري الجديد توجهت السيدة انتصار السيسي بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد وعبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أعربت السيدة انتصار السيسي عن تمنياتها بأن يعيد الله العام الهجري الجديد على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات شهد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وغرفة التجارة الأمريكية بمصر لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج بناء القدرات في قطاع التعدين وأكد وزير البترول أن الاستمرار في تدريب وتأهيل وسقل خبرات الكوادر التعدينية أنصر رئيسي في رؤية تطوير وتعظيم استغلال الثروات مصر التعدينية هذا وشهد وزير البترول أيضا توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي وفوسفات مصر وشركة لانس بريج الأسترالية لتنفيذ وتشغيل مشروع مصنع حامض الفوسفوريك في المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي ذكرت وكالة الأنباء السورية أن عسكريين سوريين اثنين أصيبا بجروح ووقعت أضرار مادية جراء ضربة جوية إسرائيلية استهدفت نقاطا في محيط العاصمة دمشق وأوضحت وكالة الأنباء السورية أن إسرائيل نفذت ضربة جوية برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفة بعض النقاط في محيط دمشق وأضافت الوكالة أن الدفاع الجوي تصدى للصواريخ وأسقط معظمها قال البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الإسرائيلي إيزاك هرتسوك ناقشها في اجتماع بواشنطن الحاجة إلى نهج يستند إلى توافق في الرأي فيما يتعلق بحزمة التعديلات القضائية التي اقترحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو وأضاف البيت الأبيض أن بايدن أكد خلال اللقاء على الحاجة لاتخاذ تدابير إضافية لتحسين الوضع الأمني والاقتصادي في الضفة الغربية مشيرا إلى أن بايدن كرر التأكيد على الالتزام بالحفاظ على مسار لتحقيق حل الدولتين للصواري الإسرائيلي الفلسطيني عبر التفاوض قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه تلقى خطابا من المحقق الخاص جاك سميث يفيد بأن هيئة محلفين كبرى تطلبه للتحقيق بسبب مساعيه لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية في 2020 وأضاف ترامب أن سميث أرسل خطابا مرة أخرى يفيد بأنه مطلوب للتحقيق أمام هيئة المحلفين الكبرى بخصوص أحداث الهجوم على مبنى الكابيتل في السادس من يناير عام 2021 حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش من أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين داعيا الدول الأعضاء إلى وضع ضوابط لإبقاء التقنية تحت السيطرة وفي جلسة هي الأولى التي يخصصها مجلس الأمن للبحث في مسألة الذكاء الاصطناعي قال جوتاريش إنه من الجلي أن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير على جميع مناحي الحياة مضيفا أن الذكاء الاصطناعي التوليدي لديه إنكانيات هائلة للخير والشر وأشار إلى أن التقنية قادرة على المساعدة في وضع حد للفق أو علاج للسرطان لكن قد تكون لها عواقب خطيرة على السلم والأمن الدوليين يستضيف الأهل اليوم فريق حرس الحدود على استاذ القاهرة الدولي في الجولة الثالثة والثلاثين من الدولي الممتاز وستشهد المباراة تسليم الأهل درع الدوري للمرة الثالثة والأربعين في تاريخه وذلك بعد غياب دام موسمين عن خزينة الفريق انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل